الموعد والرياضي مشاهدنا أهلا بكم وبداية وفي إطار المباريات الاستكمالية للجولة السادسة من البطولة المحترفة عاد نادي اتحاد العاصمة بالتعدل السلبي من شلف أمام نادي جمعية شلف ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث وبقي جمعية شلف في المركزية الخامس عشر برصيد خمسة نقاط لحد الآن في حين تفوقت شبيبة القبائل على مضيفها اتحاد خنشلة بهدف لصفر ليرتقي بذلك إلى المركزية الخامس بتسعة نقاط عرفت الجولة السادسة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يوميا الخميس والجمعة التحاق شباب قسنطينة بملودية الجزائر بمقدمة الترتيب في الوقت الذي فجر فيه نجم مقرة مفاجأة من العيار الثقيل على شباب بالوزداد في عقر دياره بينما سجلت شبيبة الصورة فوزا ثمينا على حساب ملودية البيض التفاصيل مع مروح الدوم مرعب خمسة جوليا كان مصرحا لأول مباراة افتتاحية لحساب الجولة السادسة للرابطة المحترفة حيث استقبل المتنافسان على الهداف ملودية الجزائر وأولمبيك أقبو لتنتهي القمة دون أن تهتز الشباب هذه النتيجة التي آلت بفشل ملودية في تحقيق فوز ثالث على التوالي هذا الموسم ولا يبقى الفريق العاصمي في الصدارة مؤقتا برصيد 12 نقطة يليه أولمبيك أقبو في الوصافة بـ 11 نقطة وبهدف واحد في شباك شبابي بالوزداد استطاع النجم مقرى أن يتذوق طعم أول فوز في هذه البطولة حيث انتفض الضئب الأزرق على أرضه وحقق فوزا ثميلا على وصف بطل الموسم الماضي بتسديدة قوية رفع عاد الجعبو ترصيد فريقه إلى 6 نقاط بينما يبقى في رصيد أبناء العقيبة أربع نقاط من أربع تعدولات وهزيمتين النادي الرياضي القسنطيني يكتسح الساحة الكروية ويتصدر الترتيب منصفة مع مولودية الجزائر بعد أن وصل إلى عاشر مباراة دون خسارة باحتساب مباراة كأس الكاف وفي ذل غياب أمصاره فاز الشباب على جاره منفاق الصيف بهدفين مقابل هدفين وفي مباراة أخرى اختارت الورقة الرابحة أن تكون منصب أبناء الجنوب الغربي في لقاء جمعهم مع مولودية البيض ففي آخر أنفاس الشوط الثاني وقع رايا الأقسام أهدف الانتصار ليسعد الفريق إلى المركز السابع بسبع نقاط متجاوزا بذلك مولودية البيض التي تراجعت إلى الصف التاسع بستة نقاط وتحت أنظار ما يفوق خمسة آلاف مناصر لمولودية وهران افترق نادي بارادو وضيفها الحمراء بالتعادل هدفين في كل شبكة ليحرم مولودية وهران أتلتيك بارادو من العودة إلى سكة الانتصارات رفعا رصيده إلى ثماني نقاط ويعيد المباراة إلى بلايتها إذا اندهار مروان يوفى شهد المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين استقالات جماعية وسط اتهامات بقضايا فساد وتجاوزات مالية لرئيس الاتحادية المزيد في تقرير أيمن فريحة يبدو أن مسلسل الفساد في الاتحادية الرياضية في الجزائر لا يزال يتصدر المشهد بعد الاستقالات الجماعية التي عصفت ببيت الاتحادية الرياضية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح النار على المسؤول الأول على رأس الاتحادية في مرسلة لسبعة أعضاء من المكتب التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة على تجاوزات داخل أروقة الاتحادية المنتشية بإنجازات تاريخية من بارالامبياد باريز تعددت الأسباب واختلفت الاتهامات والنتيجة واحدة فوضى في التسير وتجاوزات صارخة لصلاحيات المكتب التنفيذي التي ضربت عرض الحائط بالقوانين الداخلية للاتحادية في ظل القرارات الفردية المتخذة من المسؤول الأول تضخيم في كمية المستلزمات البروتوكولية للألعاب البارالامبية باريز ألفين وأربعة وعشرين هي من بين النقاط التي أكدها أعضاء المكتب التنفيذي مع التربصات الدولية التي لطالما قُبلت بالرفض بسبب تضخيم في الفواتر لاحظنا تضخيم للكمية هذا الحديد الأولى كيف الكمية دو ميل ميل ام في اس بزاف التقصيري ذاتي يقولك احنا ما دينا شي ما أكد دينا تكالكيري يقولك لا لدينا خمسة تعليم بين خمسة تعليم بروتوكلي الوفد في 68 ما تطلب هذا تأخذ المكتب قرار بعدم إجراء تربصات في تركيا وقالوا كان يديروا تربصات في تركيا ما يخدموا مع هذا المناجر إلا أن الرئيس تفاجعنا في إجراء خمسة تربصات في تركيا بلا ما يعلم من المكتب تأخير اللحظة يعيطوا ليمون بربيرو وفي انتظار رد من رئيس الاتحادية حول هذه الاتهامات وسط التعتيم الإعلامي وكذا ما ستصفر عنه التوصيات والتحقيقات التي دعا إليها أعضاء المكتب التنفيذي تبقى هذه التجاوزات داخل بعض الاتحاديات الرياضية في الجزائر لا تخدم صورة الرياضة المحلية التي باتت صورتها تتلاشى بمثلها كذا قضايا هذا وفند رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين سيد أحمد لعسيري يقول الاتهامات الموجهة إليه عبر اتصال هاتفي لقناة الاقتصادية الأولى المتعلقة بتضخيم التربصات الدولية وتجاوز صلاحية المكتب التنفيذي والتي جاءت في مرسلة لأعضاء المكتب إلى وزارة الشباب والرياضة مؤكدا أنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة لنتابع أنا يعني فيه اتهامات كثيرة يعني ما فيش غير إلا نقطة حتى ربما نتكلم على ومعطي التوضيحات على نقطة واحدة ولكن فيها عدة اتهامات تلقى هذه الاتهامات لعدم مشاركتهم في باريس 24 وأنا كنت متوقحة وتكلمت مع الوزارة تربصات ربما يتهمون بالتربصات وتدخيم الفواتر هنا التربصات هذا برنامج يقوم بها المدرب ويختار مكان هو يختار يعني الرياضيين إحنا كإتهادية ما علينا إلا مرافقة هذا المدرب وتوفير كل الدوروف الملائمة لإنجاح تربص والحمد لله ربما أنكم شفتوا أن كل الرياضيين هذه المرة أكدوا بأن كانت تربصات المستوى وحققنا كل برنامج اللي طلبوه المدربين والمدرية الفنية إحنا ما فرضنا إلا أي مدر باش يمشي في تركيا أو في فرنسا أو في الجزائر كان برنامج سيتيتين بخوغام إيطاب لي برنامج وإحنا طبقنا ورافقناهم هذا ما فيه إنهزم المنتخب والوطني الجزائري لكرة اليد سيدات أمام نظيره والسينيغالي في مباراة ودية جرت أمس الجمعة بقاعة حرش حسان بالجزائر العاصمة في إطار تحذيراته للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم 2024 المقررة بجمهورية الكونغو والديمقراطية في الفترة المبتدة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر ويفتتح المنتخب والجزائري لكرة اليد مشاركته في البطولة الإفريقية للسيدات بمواجهة الرأس الأخضر يوم الأربعاء 27 نوفمبر لحساب الجولة الأولى من المنافسة ولحساب الجولة الثانية يواجه الفريق الجزائري نظيره والمصري ثم منتخبات الكوغو والسينيغال وكينيا على التوالي دشنت الجزائر مشاركتها في بطولة الجيمزياد التي انطلقت أمس بمملكة البحرين بميداليتين فضيتين وتشهد البطولة المستمرة إلى غاية الخميسة المقبل مشاركة 243 طالبا وطالبة من 72 دولة ونجحت العداء الجزائرية جبار إكرام من نادي نهضة رياضة ذوي الهمم اختصاص 100 متر في خطف فضية الجيمزياد المدرسي العالمي بعد احتلالها المركز الثاني كما خطف العداء والجزائري شاكي أحمد عبدالجليل من نادي أمال وهران من إحراز ميدالية فضية في سباق 100 متر وكشفت الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين بأن العداء شاكي أحمد ضمن تواجده في نهاي سباق 400 متر بعد التأهل في المركز الأول ختم والموعد الرياضي مشاهدين شكرا لحسن الإصغائي والمتابعة في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة